موسيقى مشاهدين الكرام طبتم وطابت حياتكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد مهما اختلفت أهداف الناس ومراميهم من مال أو زواج أو شهرة أو سلطة فالهدف النهائي الذي يجمعهم هو السعادة التي هي غاية غاية البشر هذه السعادة أولاها الإسلام قدراً وافراً من عنايته بل جعلها هدفاً في رسالته للناس جميعاً واتخذ لأجل ذلك تدابير وإجراءات إحداها بل أهمها وأعمقها أثراً شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حلقة اليوم نحاوذ الغوص في أصل هذه العبادة وتطبيقاتها وآثارها كما نبحث في المقاصد الكبرى التي سعى الإسلام إلى تحقيقها في النفس الإنسانية وفي المجتمع من وراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهلاً بكم كل هذا نبحثه مع ضيفنا الكريم الدكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي أهلاً ومرحباً بكم دكتور أهلاً ومرحباً بكم أخي الكريم الدكتور بداية هذا مدخل منهجي لابد منه نريد أن نعرف ماذا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ماهيته أن يقوم شخص أو عدة أشخاص يعلمون ما هو المعروف وما هو المنكر فيرون منكراً أو يرون معروفاً قد قصر في عمله فيأمرون الناس بذاركم المعروف أو ينهونهم عن ذاركم المنكر نعم هذا ربما يعني يقودنا إلى تحديد الحقيقة من الذي يحدد المعروف ومن الذي يحدد المنكر يعني هما عملية يعني من المسؤول عن تحديد أن هذا منكر وأن هذا معروف نعم عندنا إذا قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن هنا سيكون إطارنا هو الشريعة الإسلامية إطارنا الشريعة الإسلامية لأن المعروف المعروف إما أن تحدده أنظمة عامة قانونية أو أن تحدده أعراف مجتمعية سواء كان معروفاً أو منكراً أعراف اجتماعية أو شرع سماوية ولا زالت كلها الآن الآن كلها تعمل لكن ما يهمنا في يعني أن نتناوله هو الجانب الشرعي الذي أمر شرعنا الحنيف بالقرآن وبالسنة بالأمر به كونه معروفاً وسماه معروفاً وأن ننهى عن ما نهى عنه شرع الحنيف كونه منكراً أو ما سماه منكراً أما بما تفضلت به فكل القوانين الرادع الجزائية إنما هي تصب في قضية الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر لكن كل من وجهة نظره قد ما يكون عندك منكراً في شرعك قد لا يكون منكراً في العرف العام أو لا يكون منكراً في قانون من القوانين وما يكون معروفاً عندك بشرعك الحكيم قد لا يكون هو معروفاً في القانون المعين أو النظام المعين أو في العرف لكن بالجملة لا شك أن هناك أمور مشتركة أقرتها الأديان السماوية جاءت بها الأديان السماوية وأقرتها القوانين الوضعية والأعراف أنها لا تتنافى مع الفضرة لكن أنت ذكرت أن الشريعة هي مصدر التحديدي المعروف والمنكر لكن هذه كلمة دكتور فتفاضة ما هي الشريعة؟ ما دور العلماء هنا؟ السلطة السياسية المبثقة من الشريعة أدوار هذه الجهات؟ الشيخ الكريم وحفظك الله الشريعة جاءت بأوامر ونواهي جاءت بأوامر ونواهي أما سؤالك قد يكون في من يقوم بهذه المهمة؟ لا قبل ذلك دكتور من الذي يحدد أن هذا معروفا؟ الشرع حدد قال نهى عن الفحشاء والمنكر نهى عن شرب الخمار نهى عن الفاحشة نهى عن الزنا نهى عن شرب الخمار نهى عن الربا نهى عن قتل النفس التي أمر الله إلا بالحق نهى عن أكرمال اليتيم نهى عن الاعتداء على الجار نهى عن ظلم الناس نهى عن هذه كلها أمور نهى عن الشرع هل المنكر هنا يعني يعرف بأنه معصية؟ هو المعصية؟ في دائرة المنكر نتحدث الآن في دائرة المنكر هل المنكر هو المعصية؟ المعصية نعم هو في دائرة المعصية كل منكرين هو معصية لله عز وجل لكن منها ما هو مخفي أن يفعله الإنسان بينه وبين ربه فيكون إنكاره عاماً أن يضحن أنه لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا لكن لما تجهر به أو تفشي به أو يطلع عليه غيرك عندها سيكون توجه النهي عن المنكر خاصاً بمنفع طيب قبل الحديث عن النهي عن المنكر دكتور عبد الملك يعني جنابك ذكرت أن المنكر هو بالضرورة معصية لكن لا يمكن أن يكون المنكر هو أعم وأشمل من المعصية بمعنى إذا وقع حريق مثلاً في بلد ما يعني بدون فاعل بسبب الحرارة بسبب خطأ بشري غير مقصود هل يعتبر هذا منكراً؟ وينبغي مواجهته وينبغي الحد من هذه وإذا لم يكن بفعل فاعل تأمر من؟ تأمر الأقدار؟ لا نتحدث عن الأمر المعروف وإنما عن النهي عن المنكر أي منكر؟ يعني المنكر هناك حريق واقع في غابة من الغابة يعني ألا يدخل هذا في دائرة المنكر بمعنى أنه يجب على الإنسان هنا النهي عن المنكر يكون بدفع أذى هذه الحريق بمحاولة إطفائها بالحدي منها لا لا هذا من باب التعاون على البر والتقوى من باب التعاون على دفع الأذى هذا من باب الأذى وليس من باب المنكر المنكر إذا كان هناك فاعل يفعل هذا الحريق أما إذا وقع الحريق قدرا بدون فعل فاعل يعد أذى ولا يعد منكرا إنما المنكر الذي يفعله الإنسان يتسبب به إنسان أو مجموعة أو طائف هذا هو المنكر حتى ينكر عليهم أما الأقدار لا تعد منكرة تعد من باب الأذى أو من باب الابتلاء هل المنكر والمعروف مثابتان لا يتغيران بالمطلق أم أنهما يتغيران تبعا للمجتمع وتبعا لتغير العادات والتقاليد تندرج عليهما أحكام الشرع منها ما هي ثوابت معروفة وثوابت منكرة ثوابت في جانب المعروف وثوابت في جانب المعروف هذه لا تتغير وعندنا أمور التي هي تكون مثلا من خوار من مرور أو قد ثبت في زمان أذيتها وفي زمان لا يثبت أذيتها هذا اللي تتغير بتغير الأزمان والأعراف والمجتمعات أما مثلا شرب الخمر شرب الخمر منكر منذ أن حرمه الله عز وجل وقطع بتحريمه إلى قيام الساعة الزنا منكر منذ أن أمر الله عز وجل أو نهى الله عز وجل عن اقترابه قال وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَبِيلًا إلى أن يليث الله الأرض ومن عليها هذا لا يتبدل الرباء وغيره لكن هناك بعض التصرفات قد لا تكون خصا إذا كانت مثلا ليست ظاهرة عامة قد يفعلها فلان أو فلان وهي في دائرة المباحة أو المكروه لكن أحيانا يأتي زمان تتحول هذه المكروهات بسبب كترة فعلتها تؤدي إلى ضرر عظيم فتكون منكرة يجب على من توجب عليه إنكار المنكر أن ينكرها أو قد تكون أمور هي مباحات لكن ستتبدل الأزمنة أو المجتمعات أو بسبب كثرتها تتحول إلى أمور مندوبة مندوب الأمر بها أو فعلها وإن كانت هي من المباحات هذه التي هي مدار أخذ ورد وشد وجد كذلك في بعض المسائل التي لم يقطع الشرع بتحريمها بل إن هناك خلاف قديم بين علماء الأمة في كونها هذا محرم محرم أم مكروه أم مباح هذا من مسائل الخلاف لكن في القطعيات التي قطع الشرع بتحريمها ولم تجد وأصبحت من مسائل الإجماع بل وأصبحت من المعلومة من الدين بالضرورة هذه غير قابلة للأخذ إنما قد يكون إنكارها لا أعلم لعلك تتطرق إلى مثل هذا السؤال أو لن تتطرق لكن أنه ساق الحديث إليها لعله يكون مثلا إنكارها في زمان يعني ممكن يسكت المنكر لخشية حدوث الضرر أكبر قد يسكت هذا سنتي عليه لكن دكتور عبد الملك هل القضايا الخلافية لا تدخل في دائرة المنكر الذي ينبغي النهي عنه ممكن ولكن لا إلزام فيه لأنه عندنا قاعدة لا إنكارة في مسائل الخلاف ولا إلزامة في مسائل الخلاف إلا إن كان الخلاف شاذا وقد دعب العلماء الأمة على أن ينكروا مثل هذا وإن قال به بعض أهل العلم أو تساهل به بعض أهل العلم لكن مثلا تجد أن يعد مثلا من قبيل القول الشاذ أو من قبيل الخلاف الشاذ ممكن هذا أيضا يندرج بالمرتبة الثانية بعد القطعيات لكن لا يلتحق بالقطعيات بما أن فيه خلافا قديما لكن الأمور التي الخلاف فيها واسع هذه لا إنكارة فيها ولا إلزام دكتور الأمة تفقت على كثير من المحرمات وعلى كثير من المباحث لكن السؤال هو هل هناك إجموعا على بعض القضايا المكروهة في المكروهات هل هناك إجموعا في الأمة على المكروهات وإذا كان الأمر كذلك هل المكروه يدخل في باب المنكر الذي ينبغي النهي عنه أولا يوجد هذا السؤال الثاني والسؤال والشطر الثاني منه إذا أن يكون النهي عن هذا المكروه ليس بقوة النهي عن المحرم واحد إلا في حالة أن أفضل مكروه إلى الحرام اللي أنا سبق وأنت طرقت القضا في التفشي تفشى مكروه في مجتمع أحيانا المكروه يتفشى في مجتمع فيتحول تستسيقه النفوس فيكون أشبه بالمباح ولا يؤدي ضررا قد يسكت الناس عنه لأنه عندهم قد تكون هناك أولويات في إنكار المنكر فلا ينشغلوا بمثل هذا بل ينشغلوا بما هو أعظم أو أحيانا هذا المكروه بسبب تفشيه أدى إلى مفاسد لأنه هي ما هي ما نستطيع لكل زمان زمان ولكل لزمانين هذا هل يوجد أمثلة على قضية تفشي المكروه وانتشاره بين الناس كثيرا المكروهات كثيرا المتفشية الآن ليست المكروهات الآن مشكلة في المحرمات القطعية في المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة قد تفشت بين الناس بسبب إيش بسبب تكبيل الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر تكبيلهم بعدة تهم الآن موجودة ممكن أي إنسان يقوم بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بسبب ما أشيع بالإعلام المضاد للشريعة الإسلامية والمضاد أشيع وبسبب أيضا انتهاج بعض الجماعات الإسلامية انتهاجا خاطئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدى إلى نفرة الناس من كل آمر بمعروف وناهن عن المنكر إلا من رحم الله وهذه قضية هي من أخطر القضايا الآن التي تعاني من الأمة الآن هذه من أخطر القضايا نعم وهذا سنبحثه مع جهنابك دكتور عبد المعروف لكن قبل ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكيفية التي أوردتها النصوص الشرعية سواء في القرآن الكريم أم في السنة النبوية المطهرة تكاد تكون خصيصة إسلاميا فرد بها الإسلام بهذه الكيفية السؤال هو لماذا كل هذا الاحتفاء وكل هذا الحض وكل هذا التشديد على قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا اهتم الإسلام بهذه القضية؟ لأنها مقصد لأنها مقصد كيف مقصد؟ الآن قبل أن نأتي إلى الشريعة الإسلامية حتى لا نكون يعني حتى نقول للمخالف أي كان جنسه أو فكره نقول للمخالف لماذا تعمل قوانين جزائية لرضع المجرمين ولتفشي النظام والأمن والسلام في المجتمعات؟ لماذا؟ لأنهم إن لم يشرعوا مثل هذه القوانين ستنعدم الحياة الآمنة المطمئنة في مجتمعاتهم لذلك ألزمهم الواقع والتجربة والكذا ألزم كل المجتمعات أن كان دينها وفكرها وتوجهها إلى أن يضعوا عقوبات رادعة أو توجيهات وإرشادات يمنعون منها من ارتكاب مثل هذه الأمور التي تخلوا بالنظام الاجتماعي فالإسلام بوصفه شرعا كاملا متكاملا أولى أن تندرج من ضمن مقاصده ومن ضمن أحكامه وأولوياته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن إسلام أصلا جاء لتحصيل المصالح وإنشائها وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها لكن في هذا الثياق الأمر بالمعروف أن المنكر مقصد أم هو وسيلة لتحقيق مقصد أكبر من ذلك هو مقصد ووسيلة طيب إذا فهمنا أن يكون مقصدا لكن نحن مدار السؤال على قضية أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيلة إذا ما كان وسيلة فما الغاية والمقصد العظيم الذي سعى الإسلام إلى تحقيقه من وراء هذه العبادة حتى تأمن للناس حياتهم ويستقيم لهم دينهم وتحفظ لهم أموالهم وأعراضهم وعقولهم وهي الكليات الخمسة التي جاء الإسلام لحفظها جاء الإسلام لحفظ النفس والدين والعقل والعرض والمال فإذا منعنا الناس الذين يرتكبون المعاصي مثلا إذا أخذنا مثلا منكر الزنا سنحفظ أنساب الناس وأعراضهم إذا أخذنا منكر الخمور سنحفظ للناس عقولهم الخمور والمخدرات وأشباعها سنحفظ للناس عقولهم ودينهم بكل تلحالتين العرض والدين والعقل والدين وإذا منعنا السراق والمختلسين وأصحاب الفزن حفظنا للناس أموالهم وهكذا إذا منعنا المجرمين الذين يقطعون الطرقات ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حفظنا أنفس الناس هذه هي المقاصد هل هذه مقاصد وكليات؟ لا أدري مدى دقة هذه الملاحظة ربما يلحظ من عبادة الأمر بالمعروف النهي عن منكر دكتور عالملك كما لو أن الإسلام يريد أن يكرس فكرة محددة في النفس الإنسانية يريد أن يكرس سمات أو خصائص محددة في هذه النفس بحيث تتحول إلى نفس إيجابية مبادرة معطاءة ربما وصولا إلى الوقاية ودرء المفاسد قبل أن تقع إلى أي مدى يمكن لحظ هذه المسألة في قضية الأمر المعروف النهي عن المنكر؟ ابتداء الإسلام أراد ما قلت من الشطر الأول لكنه لم يغفر الشطر الثاني بمعنى؟ أراد ما قلت أراد أن تصل النفس من الوازع إلى السمو أو الاقتراب منه السمو بالنفس وابتعاد النفس عن كل ما هو مفسد ومؤذي واتمسك النفس وهمتها في كل ما هو صالح للنفس والشخصي وللمجتمع لكن لم يغفل أن الناس تتفاوت استجابتهم لهذه قد يستجيب ثلّة قال الله عز وجل ثلّة من أولين وقليل من الآخرين فثلّة ولكن عموم المجتمعات وخصوصا بعد الصدر الأول للوحي تبدأ الناس يضعف الوازع هذا الوازع الذي يضعف لذلك لم يغفل الإسلام مثل هذه الأمور فوضع مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا ينحرف الناس كلهم ولا ينحرفوا إنحرافا كبيرة الآن من أمثلة مثلاً نحن تطرقنا إلى الأنظمة وتطرقنا إلى الشرع الآن حتى بالأعراف بالأعراف الاجتماعية التي هي قد توافق الدين أو الشريعة الإسلامية وقد توافق الأنظمة القانونية في جال لكن هي لم تقصد قد قصدت أو لم تقصد قد تكون قصدت أو لم تكن تقصد أن توافق لكن هم وضعوها من خلال التجربة أنه يمنع كذا ويمنع كذا ومن فعل كذا فعله كذا هذا العراف العشائرية والسلوم العشائرية لما؟ لأنه إن لم يفعلوها فسدت لهم عيشتهم لما؟ لأن ليس كل الناس الآن تجد في الناس قد لا يكون متديناً لكن من ضبطاً أخلاقياً من ضبطاً اجتماعياً من ضبطاً عشائرياً وقبلياً لا يفعل الأمور التي تضر الناس يراها من العيب يراها أنها لا تتلاءم مع المرؤة لا تتلاءم مع الشهامة لا تتلاءم مع التربية فلا يفعلها لكن هل كل الناس هكذا؟ ليس كل الناس إنما تتفاوت الناس حتى تأتي إلى ثل من ضعاف النفوس وأما أصحاب القلوب المريضة يتصيدون في المياه العاكرة يريدون في أي لحظة يضعف هذا الوازع سواء كان ديني أو قانوني أو عشائر يضعف لينتهكوا هذه المحرمات أو يبتعدوا عن هذا المعروف الذي كانوا يستحون أو يخشون من الناس فيفعله فلذلك وضعت أنظمة في كل شيء فالإسلام حق أو لا لأنه دين استضاه الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نعم هذا ما ذلك في الحديث بقية نريد أن نبحثها بعد الفاصل لو أذنت لنا دكتور نذهب إلى أفاصل قصير قبل العودة لاستئنا في الحديث ترجمة نانسي قنقر أهلاً وسهلاً بكم مجدداً ما زلنا وإياكم في الحديث عن عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودائماً الحديث مع الدكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي أجدد ترحيب بكم دكتور مرحباً بك أيضاً يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله السؤالي هو ما دلالت وحكمة تعليق الخيرية لهذه الأمة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر يعني علقت هذه الخيرية أو ربطت وعلقت على أداء هذه الشعيرة ما دلالت هذا ما علته سيد الكريم الخيرية تكون في أن الأمة تبتعد عن المشاكل تبتعد عن ما يعكر صفوة سير الحياة فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر استقامت لنا حياتنا وإن تقبل الناس سواء بسلطان الدين أو بسلطان الإنسان أو بسلطان الله عز وجل أو بخشة من الله أو من السلطان فإن حياة الناس تستقيم وتصبح حياة خيرية يعرف الناس فيها المعروف وينكر الناس فيها المنكر فتستقيم لهم حياتهم بالسنن الشرعية والسنن الكونية التي كتب الله عز وجل لكن إن خرقوها ساءت لهم حياتهم فلم يكونوا خير أمة لذلك متى ما تمسكنا بمسألة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لأن الله عز وجل ماذا قال في وصف قال ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله والعطف وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتابة من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ستتحول الحياة إلى حياة فسوق لأن بطول الأمد لكن لما وجد الأمر بالمعروف وأنه عن منكر ويقوم به الناس أو المتمكنون منه يقومون به دائما فسيحدون قدر المستطاع من وكثير منهم فاسقون من هذا الفسق الذي سيتفشى في الناس لكن هنا ما تفضلت به قد يلتبس على بعض المشاهدين يعني كثير من المسلمين يظن أن بمجرد اعتناق التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى بغض نظر عن المساوي الأخلاقية وإن كان هناك ارتباط بين الأخلاق وبين التوحيد بمعنى كلما تحقق التوحيد كلما تحسنت أخلاق الموحد أو المسلم لكن ثم تمنير أن التوحيد بحد ذاته عقيدة التوحيد هذه فيها خيرية مطلقة عن سائر البشرية لكن جنابك قبل قليل ربطت الخيرية لا بحصود الخير وامتناع الشر كيف يمكن التوفيق بين هذا الفهم وبين ما تفضلت بذكره هذا الأمور إذا حقق الإنسان الإيمان الحقيقي على نفسه حقق الإيمان الحقيقي على نفسه استقامت سجيته واستقامت سريرته لكن الإيمان يتفاوت بين الناس تفاوتا عظيما لأنه أصلا هو مرات أعلاها لا إله إلا الله وأدناه ما ضغط الأذى عن الطريق وارحيا شعبة من الإيمان كما جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن يا سيد الكريم وأنا أؤكد على هذه النقطة الآن لو نظرنا إلى حال المجتمعات عندنا الله عز وجل دائما يجعل لنا نموذجا نموذجا حتى في أحسن الظروف ويجد لنا نموذجا في أسوأ الظروف في أسوأ أحوال الناس قال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة لوح وامرأة لوطن كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل وضرب الله مثلا للذين كفروا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون امرأة فرعون الذي قال ربكم الأعلى وفسد في الأرض قتل أبنائهم ويستحيي نساءهم إلى إذ قالت رب ابني دي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمري فالله عز وجل في خير القرون الذين هم قرن النبي صلى الله عليه وسلم بدرت بوادر من بعض الصحابة البعض ولا نقول المجتمع بدرت بوادر رغم التوحيد ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم بدرت بوادر تدل على أنه لا يمكن أن يكون المجتمع كله على قلب رجل واحد لذلك وجب التذكير وذكر فإن الذكرى تنفع ووجب علينا الأمر بالمعروف وأنه عن منكر حصلت خصام بين الصحابة حصلت ارتكاب معاصي من بعض الصحابة لكن بالعموم هو كان جيلا فريدا في صلاحه وفي توحيده وإيمانه وأخلاقه كان جيلا فريدا وفي إيثاره لكن الله عز وجل كان يريد أن يرينا بما أن هذا هو الذي هو خير القرون حصلت فيه هنات من بعض لتكون سنة الله لتكون سنة الله الكونية في خلقه وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين إلا أن يكون هناك إنسان يفعل ما يفعل مما يخالف شرع الله عز وجل فما بالك إذا ابتعدنا عن النبع الصافي فكلما ازددنا بعدا عن النبع الصافي كلما ازددنا منكرا وقل فينا المعروف وكلما اقتربنا من النبع الصافي كثر فينا المعروف وقل فينا المنكر لكن يبقى المنكر يبقى حصوله فإذا كان في خير القرون قد حصل ونهي عنه بل وقيمة حدود وقيمة حدود على صحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن من باب أولى أن يبقى هذا الأمر فينا طيب دكتور كما هو مقرر في الشريعة وثابت بأنه لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى عمل وما لم يكن مرتكزا على الإيمان والتوحيد يعني مهما كان هذا العمل صالحا الأصل هو العبادة الأصل هو التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى لكن نلحظ في الآيات الكريمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم عقب بقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى التساسل المنطقي في القراءة الأولى للآية أنه ينبغي أن يكون هناك إيمان بالله يتبعه أمر بمعروف ونهي عن المنكر ما علة تقديم الأمر المعروف على الإيمان بالله هنا؟ أولا سيد الكريم هذا مثلا يسأل عنه أهل تأويل القرآن أهل تأويل القرآن هم الذي أعلم منها بالتقديم والتأخير لكن من مجموع سياق الآيات لا يقتضي هذا التقديم هو تقديم التقديم الحكمي وإنما هنا ركز عليه هنا سلط الضوء عليه كونه وصف للأمة وليس هذا الوصف الوحيد الأمة ليس وصفها الوحيد أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى تكون خيرية هي بإيمانها أمة خيرية لكن لجانب التحضيظ حظ الله عز وجل حتى يبين أن هذا أمرا مهما قال كنتم خير أمة فعلقه بها والله أعلم ولا يعني ذلك أنه هو هذا الركن الوحيد ركن الخيرية كما قال نبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فأصبح ركن الحج هو عرفه لا يعتبر أن هذا هو الركن الخيرية فقط وإنما هذا جانب من جوانب الخيرية التي حض عليه ودلل عليه بالخيرية ليعلم الناس حتى لا يتركه الناس الله تعالى أعلى وعلم على من تقع مسؤولية الأمر بمعروف النهي عن المنكر في المجتمع المسلم سواء كان هذا المجتمع في سلطة شرعية سلطة إسلامية سلطة تقيم شرع الله أم غير ذلك قرر العلماء كالآتي استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس بعد ذلك حبة خردنا من إيمان فقالوا الذي يغير بليد السلطان والزوج والأب والمؤدب والسيد السيد في زمن الرق والعبيد والوسادة والكذا السيد يؤدب بليد والزوج يؤدب بليد والأب يؤدب بليد والمؤدب أي المعلم يؤدب بليد والسلطان هذا التغيير البنكر بليد أما الدعاة والعلماء والمجتهدين وكذا تغييرهم يكون وفضلاء الناس ورؤوس الناس يكون تغييرهم باللسان ليس لأحد أن يغير بيده إلا إذا لم يترتب على تغييره باليد كان يكون نسان ليس للسلطان لكن له حضور في المجتمع أن تهابه الناس أن تحترمه الناس فإن غير منكرا بيده كان من قبيل من سنة في الإسلام سنة حسنة لا يترتب على ذلك منكر أكبر لماذا حصر بأولياء الأمور قلنا السلطان لأنه ولي أمر العامة والخاصة وقلنا الزوج لأنه ولي أمر على زوجته وقلنا الأب لأنه ولي أمر على أبنائه وقلنا المؤدب وقلنا السيد فهو ولي أمر على خادمه أو عبده أو مملوكه أو ملك يمينه هؤلاء الأنساد يملكون هذا الشيء أما غيرهم لا يملك لكن لو حصل وهذا ليس قاعدة عامة هذا ليس أمرا عاما لأن لو قلنا أمرا عاما سيتفسد أمر الناس كل من يأتي يفعل ما يحل له بحجة الأمر المعروف وأنه عن المنكر لذلك حصر بأولئك الذين لهم السلطة طيب أحيانا يكون شيخ عشيرة أو إنسان داعي لكن مقبول في قومه ما يصنع له أن يغير بيده أما عوام الناس أو الإنسان الذي يعلم أنه أحيانا حتى السلطان حتى السلطان وهو سلطان إذا رأى أن إن غير بيده سيترتب على ذلك مفسدة أكبر مما لو ترك هذا الأمر ممكن يكون الترك خير من الفعل أو خير من الانكار هذا في حالات قليلة ودقيقة في حالات قليلة انظر إلى الإسلام كيف عانى عالج هذه الأمور يعني نفسه صلى الله عليه وسلم يقول لو لا أن قومك حديث قوم حديث عهد بكفر أو بجاهلية أو حديث عهد بإسلام لا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السلطة التشريعية والزمنية وكثير من الملوك أو الخلفاء أحيانا تركوا بعض المنكرات لأنهم يعلمون أنهم لو جاءوا ليفعلوها كما في حديث بن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال يا أبي لماذا لا تأمر الناس أو تأطرهم على الحق أطراء قال يا أبني أو تحملهم على الحق حملة أرى أن الناس فيها معاصي وفيها كذا وفيها كذا وهذا التعاون وأنت الخليفة المسلمة قال يا أبني إن الله لما حرم الخمر حرمها بالتدريج فأخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيردوه علي جملة إن باب السياسة الشرعية إن باب السياسة الشرعية وهو خليفة وفقيه من فقهاء الأمة ومحبوب ومحبوب وله السلطة أيضا لكن لما رأى أنه ممكن مثل هذا الفعل إن فعله سيؤدي إلى مفسد أكبر ترك فعله فما بالك بعوام الناس أو أحد الناس حتى وإن كان عالما أو مجتهدا أو داعية لكن أنا أخصه أحيانا أحيانا يكون داعية أو عالم أو شيخ عشيرة أو وجه من وجهها الناس أو فاضل من فضلها الناس إنسان لو فعل بيده لما أحدث مفسده وهو واثق من نفسه ومن مجتمعه لو أنه أتى وغير المنكر بيده ممكن هي تكون حالة خاصة أو حال عيني نعم هل يلزم في قضية الناهي عن المنكر هي قضية دقيقة دكتور هل يلزم الناهي عن المنكر هل يلزم منه أن يكون هو أصلا منتهي عن هذا المنكر بمعنى يعني ثمة من الناس منبتلي بضعف في نفسه فوضب على معصية من المعاصي لكنه لا يريد لها أن تنتشر في المجتمع المسلم غيرة على المجتمع المسلم هل لهذا الإنسان العاصي في هذه القضية أن ينهى الناس عنها عندنا ظواهر نصوص وحكم قالها الناس تؤدي إلى أن الذي يرتكب المعاصي أن لا ينصح غيره كما قال الله عز وجل الذي أنه لما تقولوا ما لا تفعلون أن تقولوا ما لا تفعلون وجاءت في الحكمة العربية لا تنهى عن خلق وتأتي مثله آر عليك إذا فعلت عظيم لكن لما تفشت هذه الأمور وأحجم بعض الناس يعني بعضهم يظن أنه يجب أن يكون من الكمال بمكان حتى ينهى عن هذه الأمور لذلك تجد أن العلماء يقولوا لا بأس أن ينكر خصا إذا كان مسرا حتى وإن كان الناس تعرف عن هذا الشيء يقول لا تكونوا مثلي فأنا كذا وأنا لست بخيركم وكما الآن أقول طبعا المبرك ولأوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزومي أو أمريك وثلتهم واجتنا بنواهي والعمل بما يحب ربنا رضا ما من إنسان إلا وله معاصن أو يخطأ كل ابن آدم خطأ خير الخطأين توف فهذا لو أننا قلنا أنه يجب أن يصل الإنسان إلى الكمال وأنه لا يفعل معصيه حتى أن الناس ما وجدنا من ينهى الناس أو يأمرهم بمعروف أو ينهىهم عن منكر قد أنت تقف على المنبر أو تكون في مكان هو يسمى منبر فتقول صيام تحض على صيام الاثنين والخميس وأنت لا تستطيع صيام أو ليالي البيض أو صدقات وأنت لا تصدق لا يمنع لا يوجد تعارض لكن الأولى أن تكون أنت أول من يتصف بما تأمر به وأول من يجتنب عن ما ينهى عنه هذا الأصل لكن لو أننا قلنا أنه لا يسمح لمن لا يكون بهذه الصفة ما وجدنا من يعظ الناس إلا من رحم ربي هنا دعني أعود معك قليلا إلى الوراء دكتور عبد الملك يعني فيما يتعلق بمقاصد هذه العبادة التي تريد أن تحققها في نفس الإنسانية كما لو أن الشريعة تريد أن يكون من كل مسلم مصلحا في ذاته حتى إذا ما هو فسد في يوم من الأيام دفعه إصلاحه إلى الصلاح مرة أخرى هل يلمح هذا الملمح في هذه القضية؟ هذا أصل هكذا يريد الله عز وجل من عبادي وما خرقت الجنة والإنس إلا ليعبدون كل العبادة وهذا من جملتها نعم في قضية مهمة جدا في المجتمعات غير المسلمة كما تعلم دكتور هناك الملايين من المسلمين يعيشون في أوروبا وفي الغب وفي الشرق وفي الصين إلى آخره حيث المجتمعات في الأصل غير مسلمة هل ينبغي هذا المسلم الذي طبعا في هذه المجتمعات تختلف معايير المعروف والمنكر عن المجتمعات الإسلامية هل ينبغي المسلم أن يؤدي هذه العبادة هناك بالقدر الذي يستطيعه لأنه يعني يقع الصدام النفسي وبالتالي أحيانا تحصل المشاكل النفسية في النفس المسلمة بأنه يرى المنكر ولا يستطيع أن يغيره هل له أن يغير هذا المنكر بطريقة التي يستطيع لأنه إذا قيد له لا تغير ربما يستمر هذه القضية فتتعمق المشكلة النفسية عنده فكيف يمكن نظر إلى هذه القضية سيد الكريم الذي ينهى عن المنكر من يعتقد يتدين ببنكارته وقد غفل أو جهل بمعنى يعني لو قلنا أن هذا المنكر مثلا شرب الخمر شرب الخمر هو محرم على المسلمين محرم على المسلمين فينكروا على المسلم لكن لا ينكروا على غيره لا ينكروا على غيره لأنه لا يعتقد أنه مثل هذا منكر لكن هناك نفس هذا الإنسان غير المسلم عنده أمور يحرمها إسلامنا هو أيضا يرى أنها معيبة كأذية الجار أو أذية المستضعف أو أذية الحيوان أو أذية كذا ممكن أنت عندك سعادة أن نتحدث قبل قليل بأن الإسلام يريد من المسلم أن يكون مصلحا في ذاته كيف يرى أدعوه إلى الإسلام أولا أدعوه إلى الإسلام فإن استجاب لك أن تدعوه إلى الأصل أخرجه من الضلال إلى الهدى أخرجه كن سببا في إخراجه من الكفر إلى الإسلام وكن سببا في هدايته من الضلال إلى الإيمان ثم بعد ذلك ستنطبق عليه تلك الأحكام التي تأمره إذا أخفقت محاولاتك في دعوته إلى الإسلام ورأيت المنكر يتحقق منه ألا ينبغي أن تسعى غير ملزم لا أنت ولا هو لأن هنا المنكر يصيب المجتمع مثلا هو مجتمع هو أصلا لا يلتزم بدين الإسلام ما سلطانك عليه ما سلطانك عليه إن عرفت أنك إن استطعت أن تقنعه قال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن فإن استطعت أن تجادله بالتي هي أحسن وتجد منه أنه سيتقبل منك هذا الشيء فهذا فبهو نعمت وإن لم تستطع فأنت لا تستطع أن تنكر عليه المنكر كما تنكره في بلاد الإسلام المسلمين هل يفهم هذا من النصوص الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يقول ولتكم منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفهم منه كما لو أنه يفهم من حديثه الإطلاق من رأى منكم منكرا هنا نكر وتفيد ربما الإطلاق من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلقلبه وذلك أضعف الإيمان ألا يفيد إطلاق المنكر هنا ليس مخصوصا في مجتمع المسلم أو إلى آخره عندنا حدأ ناس في الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدأ ناس في الخمر جلده وكان في المجتمع يعيش مع المجتمع الإسلام أهل الذمة يهود أو نصارى هل جلدهم أحد؟ هل أنكر عليهم شربهم للخمر؟ يعني يشربون الخمر في الشارع أم في بيوتهم؟ هذا الذي نتحدث عنه في الشارع في المجتمعات الإسلامية لا يجوز من أي كأن من كان الجهر في المعاصي لا يجوز لكن في مجتمعاتهم وفي بلدانهم لا سلطانك عليهم ولست مكلفا لست مكلفا أصلا بهذا الشيء فإن استطعت هم الآن مثلا يسمحون بعض البلدان وليس كلهم بعض بلدان الكفر يسمحون لك بالطرح أن تأخذ منصة ما تؤجرها أو يكون لك فيها حديث دقائق ممكن إذا كانت أنت كنت صاحب حجة وصاحب منطق ممكن أن تظهر في هذه المنصة أو في قناة فضائية إن كانت وتتكلم بما شئتم يسمعون منك لكن ستعطي مبررات المبررات التي يتنسجم مع عقولهم أما إذا قلتهم قال الله أو قال رسوله قد لا يكون هم أصلا يؤمنوا بهذا الإله الذي تؤمن به أو بهذا الرسول الذي أنت تؤمن به لكن ممكن أن تأتيهم مثلا بأدلة عقلية أو أدلة طبية أو أدلة يعني أثبت الطب والعلم الحديثة الضرر هكذا وتقلعهم بهذه القضية لأن أنا الآن المسلم وأين أين تأتي انتهاءها لما تقول خشى الله إن الله سيبتليك أو سيحاسبك على هذا المنكر الذي تفعله وسيؤجرك على ما هو يعلم ومؤمن بهذا الإله الذي يجزي بالحسنات إحسانه هذا الإله الذي يجزي على الحسنات ويعاقب على السيئات فيرتدع أما ذاك هو أصلا لا يؤمن بما تخاف أنت منه أو بما ترجوه نعم نعم نذهب إلى فاصل مشاهدين كرام ما زال في الحديث بقية ولكن بعد هذا الفاصل أضلوا الطلاب شلقوا يعبدون شلون هذا حال الطالب العرابي شكرا للمشاهدة أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نبحث فيها موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دكتور عبد الملك تحدثنا عن قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كما لو أن الحديث يدور في دائرة المندوب أو المستحب هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قضية قضية واجبة على المسلمين أم أنها قضية مندوبة وما الدلالة على وجوبها إذا ما كانت واجبة هي منفروض الكفايات منفروض الكفايات لكن الانكار بالقلب منفروض الأعيان منفروض الأعيان على كل فرد على كل فرد الانكار بالقلب منفروض الأعيان فرض عين والانكار باللسان فرض كفاية موسع فرض كفاية موسع على كل إلا المستضعفين إلا المستضعفين وفرض النهي عن الأمر بالأمر باليد أو إن كان منكر باليد هو فرض كفائي مضيق إلا على من له سلطان هذا كحكم شرعي قال الله عز وجل ولتكن منكم لا من أمر ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهونح وجوب هنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن لتأمرن يعني لا من أمر ولول التوكيد لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يسلط عليكم عذابا ثم فتدعونه فلا يستجيب لكم سنة ربانية وأيضا في حديث في حديث في قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بأنهم ذلك بأنهم عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لمئس ما كانوا علة اللعن هنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وأيضا في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الإيمان بخاري في صحيحه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والقاعد فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وصاب بعضهم أسفلها استهموا يعني قرعة فهي ما تكفي الكل يكون فوق أو الكل يكون تحت فبالقرعة خلاص أنت صرتوا فوق والباقين فتاعة أسفل السفينة فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء يعني لازم يطلعوا فوق عشان يستقوا من الماء لأنهم أصبحوا في أسفل السفينة في مغلقة منطقتهم فقالوا لو أننا أحدثنا ثقبا في سهمنا في حصتنا من السفينة الأسفل ولم نؤذي من فوقنا حتى مو كل شوي أحنا طالعين فوق فوق طالعين ومؤذينكم والله نريد نستقي والله نريد كذا فأحنا نختصر هذه القضية ونحدث ثقب في سهمنا نصيبنا فإن تركوهم وما يريدون غرقوا هلكوا هلكوا جميعا راح تغرق السفينة بالتحت وباللي فوق بالأسفل وباللي فوق وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا إن نهوهم عن هذا المنكر نجت الجميع فلم تغرق السفينة فشبهت الحياة حياة المسلمين بمثل هذه السفينة حديث السفينة بحديث السفينة مثل هذه كأننا في سفينة إن تركنا سفهاء الناس يفعلون المعاصي والمنكرات غرقت الجميع لأن الله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي لو أن تفشى فينا من قبل مجموعة من الناس ظاهرة من الظواهر السلبية جاءت السنة الكونية بأنه يبتلين الله عز وجل جميعا بفتنة كما جاء في حديث ابن ماجة في حديث عبد الله بن عمر يعني أظن في هذا الحديث فيه ضعف أو كذا لكن هو يقول في خمس خصال ما تفشت في أم مثلا ما تفشى فيهم ما فشت فيهم الفاحشة واعلنوها إلا أصابتهم أو جاء لم تصب من قبلهم من مضى من قبلهم وما أنقصوا الميزان إلا ابتلوا بالسنين وما منعوا الصدقة أو الزكاء إلا حويس عنهم القطر وكلها تحققت في أقوام الأنبياء السابقين نعم وتحققت حتى في أمة الإسلام إلى آخر وما لم يحكموا بما أمرهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم وكثير من هذه الأمور قد يكون الحديث سنده صحيحا أو فيه ضعف أو فيه كلام لكن هذه تجدها على أرض الواقع كسنة كونية هي صادقة حتى إحنا على هذه أعمارنا البسيطة التي عشناها وجدنا أن هذه السنة الكونية قد تحققت أمام معيوننا إذن أفهم من كلامك دكتور قضية الأمر معروف أنها المنكر هي قضية وجودية مرتبطة بوجود الأمة وبوجود الأفراد نفسهم نعم وجودا ماديا ومعنويا نعم حتى قالوا قبل إنما الأمم حتى قالوها بعض الذين لم ي prodig耶 أكرهم منطرح من الدين حتى بعض الحداثيين قالوا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت إنما الأمم أظنر هذا من أحمد شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب طيب دكتور ذكرت نقطة معذرة تانا ذكرت نقطة في غاية الأهمية أرجو المعذرة عندما قلت أن تغيير المنكر أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر باليد هو قضية مضيقة محددة إلا بالنسبة للسلطان لكن القضية العينية هي تجربة على كل مسلم هي قضية الإنكار المنكر بالقلب هذا يقودنا إلى السؤال إلى أي درجة المسلمون واجب عليه أن يعرف المنكر هنا عندنا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المسلم مأمور أن يتفقه في دينه على قدره ليس كل مسلم مأمور أن يكون عالما أو مجتهدا لكن يتفقه في أمور دينه التي يحتاجها في كل يوم من صلاة وصيام وزكاة وغيرها والأمور العامة التي هي معرفة المحرمات القطعية المحرمات القطعية المعلومة من الدين بالضرورة هذه على كل عام يتوجه بمعرفتها مثل تحريم الخمر والزنا والربا بعمومه لا بتفريعات لأن بعض المسائل فيها خفاء في ربويتها لا يعلمها إلا العالمون لكن مثل الزنا حتى عوام الناس تعلم أو كذا وهكذا الاعتداء على الجار الظرم للآخر أكل أموال الناس بالباطل هذه معلومة من الدين بالضرورة فيجب على الناس أن يتجنبوها لكن إذا كانت أمور تصبح ظواهر أو تكون مما خفي هذه ينبذها أهل العلم لذلك يجب على الذي ينكر المنكر أن يكون عالما أن هذا منكر إن كان جاهلا أو متشككا لا ينكر حتى يكون عالما أنه منكر وأنه ليس من المسائل الأحيانة الآن المتفشي بين الناس بل خصف مسائل العبادات وما يقال أنه بداع وما يقال أنه كذا هي من المسائل الخلاف الواسع الذي يسوغ فيه الخلاف هذه لا إنكار فيها الآن تجد كثير من المسلمين يتصدروا الأمر بل معرفة أنه يعمل منكر في مثل هذه المسائل وهو ليس من العلماء ويترك القطعيات التي هي فيها خلاف ليس فيها خلاف ولا يأمر بها ولا ينهى عنها ولكن يأمر وينهى في المسائل التي ظن منه أنه قرأ في كتاب أو مسألة عند عالم أن هذه محرمة ولكن هي قد لا تكون من المحرمات عند الجميع وهناك من الأدلة التي قد خفيت أو لم يتطرق إليها العالم الذي قرأ له وهذه الآن قد وقع فيها كثير من شباب الأمة في هذه المسلمين مما سببوا نفرة إلى الناس من الأمر بالمعرفة أنها عن منكر حقيقة دكتور وصلنا إلى ختام هذه الحلقة بقي عندنا دقيقة وأنا أحرص على هذا السؤال أن أعطيك المجال بدقيقة من فضلك أن تقول ما لم نتحدث عنه في هذا السياق في حلقة هذا اليوم مما لم نسأل عنه أقول هي نصيحة لنفسي أولا ولكل مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا ويؤمن أن القرآن حقا أنه إياكم وأن تحاربوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فإنهم إن سكتوا وإن أسكتموهم بالخوف والتهديد والاتعامات وكذا سيطول عليكم الأمد فتقسى قلوبكم فتكونوا من الفاسقين وتغرق السفينة في تفشى اتركوا أهل العلم يؤمروا بالمعروف والثاني أقول للذين لا يعلمون مسائل الخلاف اتركوا النهي والتجذيب على الناس وإلزامهم بما ليس بملزم لا تلزموا الناس بما ليس بما توسع الناس في الخلاف فيه وساغ فيه الخلاف أشكرك شكرا جزيلا على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم أشكرك شكرا جزيلا دكتور على ما أفضت به في هذه الحلقة وأشكرك مرة أخرى على التزام بالدقيقة الأخيرة مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفية الكريمة دكتور عبد الملك القصب الباحث الإسلامي كل الشكر لكم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر